إذا كان هناك مواجهة بين المسلمين وعدوهم فما هي الأذكار المشروع قولها عند مواجهة العدو جزاكم الله خيرا قلوا الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فتفتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون اذكروا الله بالتهليل والتكبير والتسليح اذكروا الله جل وعلا بذلك لأن هذا يثبتهم الله به ويزيدهم قوة ويرهب أدوهم